هنروح لكرة السلة سيدات كان عندهم مباراة مبارح مع نادي سبورتينج في صالة سبورتينج في اسكندرية الحقيقة المباراة دي كانت مش لها تأثير كبير احنا متفايزين بكل مباراةنا اهم حاجة ان احنا ناخد اول او تاني عشان نتنجنب قبل نهائي قوي مع نادي سبورتينج الحقيقة لم يوفقنا الحظ رحنا لمباراة رحنا لاكسراطايم في المباراة الاساسية او الوقت الاساسي خلص بالتعادل شأن وشأن مباراة كرة اليد للرجال وفي الاكسراطايم لم نوفق في المباراة وانتهت بفوز نادي سبورتينج طيب المباراة تأثر علينا زي ما قلت حضراتكم لا مش هتأثر انت كده كده رايح البلاي اوف ولكن كانت المباراة دي معنوية مين بيقود الفريق بتنطرق خيري المدير الفني لنادي الاهلي والمباراة انتهت بـ 82-74 بيقود فريق نادي سبورتينج محمد محروس الشهير بحورس طيب ده كان المباراة النهائية في الدور الاول لسه الدور التاني نفس الحال بالنسبة للرجال الدور التاني هيلعبوا بقى رايح جاي تاني ماتش سبورتينج التاني هيكون عندنا في القاهرة ان شاء الله نتمنى الاول او التاني مش فرق اكتير هنروح للبلاي اوف وبعد كده دور التمانية دور الاربعة وبعد الفينال عشان كده بقول لحضراتكم زي ما شايفين هم ذاكرين يد رجال يد سيدات سلة رجال سلة سيدات خلاص احنا في العشرة متر الاخارة في الدوري وهو موسم الحصاد اللي الحقيقة بيفتح لك بعد كده بقى فوزك بالدوري والكؤوس او الدوريهات والكؤوس بتفتح لك بوابة المنافسة الافريقية مهم جدا الشهرين دول ويمكن اكتر واحدة يكون على عصابه في الشهرين ده يعني قابلينا كلنا هو كابتن خادل عوضي مدير نشاط الرياضي الرجل الكفء النشيد الحريص المحب للنادي الاهلي واكيد طبعا بالمتابعة مع مجلس ادارة النادي الاهلي اللي هو الدعم الأكبر والأساسي بالرئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اللي بيدعم الألعاب الأخرى لحقيقة بشكل غير مسبوك كل التوفيق ليه ان شاء الله فريق السيدات يعوض ده وليقدر يفوز بالدوري ان شاء الله والكأس هذا الموسم بإذنك رب بعد الخسارة من المرتبط من سبورتينج بإذن الله